اشتركوا في القناة بيروحوا الى الوقت الاضافي على شوطين طبعا مفيش هدف دهبي وبالتالي هننتظر هل انجلترا او كولومبيا حد منهم هيقدر يحسم المباراة في خلال الوقت او من خلال الوقت الاضافي ولا هنروح لركلات الجزاء علشان تكون تالت مباراة بعد روسيا واسبانيا ومباراة كرواتيا ودنمارك يكون انجلترا وكولومبيا تالت مباراة في دور الستاشر تنتهي بدربات الجزاء هنتابع وهنشوف مع حضراتكم لحظة بلحظة وهنقول لحضراتكم ايه اللي بيتم فيه مباراة انجلترا وكولومبيا لكن دور الستاشر بشكل عام او كأس العالم 2018 بروسيا هنفضل مكملين في نفس الشعار ان المنتخبات المقتهدة هي اللي ليها مكان في دور التمانية شوفنا النهاردة لقاء منتخب السويد بلعب منتخب سويسرا ممكن نقول على اللقاء ده ان لقاء المقتهدين منتخب السويدي المقتهد اللي قدر في مجموعة قوية فيها المكسيك وفيها المانيا يصعد اول كمان منتخب سويسرا في مجموعة قوية فيها سربيا وفيها البرازيل قدر انه ما يخسرش في ولا مباراة وانه يصعد مع منتخب البرازيلي لكن منتخب السويد مع ياني اندرسون بصراحة شكل تاني تماما وبعد غيابه منتخب السويد منتخب السويد بقى عنده شخصية بقى عنده شخصية بين فيه اللعيبة اللي موجودة في الاسقواد او في التشكيلة للمنتخب السويدي منتخب سويسرا منتخب مكافح لكن منتخب السويدي بالخبرة اللي موجودة عنده الخبرة اللي موجودة عنده لعبته بالكفاح وبالجهد زي ما احنا متفقين من اول مونديال روسيا ان المنتخب المقتهد هو اللي هيكون لي مكان فيه الادوار الاقصائية وبالتالي السويد بتنجح في وجودها في دور التمانية علشان تلاعب الكسبان من مباراة انجلترا وكولومبيا اما المباراة امس ما بين اليابان وبالجيكا دي المباراة يعني اعتقد افضل مباراة بعد مباراة فرنسا او ممكن تكون افضل من مباراة فرنسا والارجنتين حتى النتيجة يعني النتيجة 2-0 تقدم للمنتخب الياباني بعدها 3 اهدف لمنتخب بلجيكا منهم هدف ديئة 94 هدف من 5 نقلات هدف رائع هدف بلجيكا اللي سجلوه في اخر دقايق او اخر ثواني من المباراة اعتقد هدف متضربين عليه جملة محفوظة كويس جدا بان الكلام ده كله فيه تحرك او الفنت الوهمي اللي عمله لوكاكو عمل تفويتة للاعب اللي جاي من وراء ونجح بلمسة واحدة يسجل هدف فيه شباك منتخب اليابان و3-2 لمنتخب بلجيكا اما منتخب البرازيل يعني مباراة اكيد قوي جدا امام منتخب المكسيك لكن منتخب المكسيك معودنا انه دايما في دور المجموعات بيتقلق وبيكون شكل كويس لكن بيجي في الادوار الاخصائية ما بيكونش ليه شكل قوي وبيصعد وبيخسر من المنافسة وبالتالي منتخب المكسيك بعد الاداء راعي مع اوزاريو مديره الفني مع العيبة اللي موجودة مش بيكون موجود في دور التمانية ناس كتير جدا متلخبطة في مين هيلعب مين ومين هيبقى موجود في النهائي احنا عارفين ان فيه ناحية فيها منتخب كرواتيا ومنتخب روسيا ومنتخب انجلترا والمنتخب السويدي ناحية التانية هي المجموعة النار يعني كل الاربع عسام اللي قلت عليهم دول منهم واحد فقط هيصعد الى نهائي كأس العام ناحية التانية عندنا فرنسا عندنا اورجوي عندنا البرازيل عندنا بلجيكا الاربع فرق دور والاربع فرق دور هيطلع منهم واحد وواحد الانتين هيلاعبوا بعض وبالتالي هنشوف ادوار تمانية وقبل نهائي يعني مباراة جمدة جدا واعتقد ان كلنا مستمتعين ما فيش مباراة حتى لو الاسم المنتخب مش قوي لا دلوقتي خلاص 2018 المنتخبات كلها بقت على اعلى مستوى وشفنا منتخب اليابان واللي يقول ان منتخب اليابان بيخطط عشان ياخد كاس العالم 20-50 يعني مثلا على سبيل المثال نقول له صح الناس دي بتخطط صح الناس دي عندها خطة الناس دي عندها رؤية ازاي يوصلوا لهدفهم بالطريقة الصح بالتخطيط وبالرؤية المستخبلية كل شيء بيتحقق النهاردة هنكون مع حضراتكم كالعادة هيكون معايا فقرة الاخبار ونستعرض مع حضراتكم اكيد مباريات اليوم والنتائج ودور التمانية وبالتالي هيكون ايضا معنا الناقد الرياضي الاستاذ ممدوح فاهمي الناقد الرياضي بالاهرام علشان نتكلم معاه ايضا في كأس العالم والمباريات ومستقبل الكرة المصرية رايح فين في اختيارات المدير الفني وهل المباراة المقبلة في تصفيرات افريقيا في شهر تسعة هل هتكون بمدير فني مصري مؤقت ويكون مدرب عام بعد كده مع المدير الفني الاجنابي اللي هيجي ولا من البداية اتحاد المصر هينجح فيه تعاقد مع اسم محترم عنده خبرة افريقية خبرة مع المنتخبات العربية والافريقية علشان يقود منتخب مصر في امم افريقيا واللي ان شاء الله بعديها تكون في تصفيات كأس العالم وخلاص العودة تتفكي من عندنا وما يبقاش انجاز ان احنا نوصل كأس عالم لا يبقى ده طبيعي عند منتخب مصر هبدأ مع حضراتكم باخر الاخبار الاخبار طبعا كأس العالم اللي موجودة فيه الساحة الرياضية